موسيقى ببادرة من مستكشف مواهب كرة القدم نظلمت هذه البطولة المسمى بميني كوف بالتعاون مع الفيدرالية الشادية لكرة القدم بطولة انضمت تسعة فرق من مختلف دوائل العاصمة انجمينة باستثناء الدائرة السادسة حيث شاركوا في هذا العرس الرياضي لاعبين شباب تتراوح اعمارهم فيما بين سن العاشرة والثامنة عشر قادمين من الاكاديميات والمراكز الرياضية المختلفة بالعاصمة انجمينة صاحبة فكرة هذه البطولة مريم الجيد عمر في كلمتها اثناء البطولة افادت بان البلاد تملك مواهب رياضية واعدة ينقصها فقط الدعم وهذا هو التحدي الكبير الماثل امام الشباب مضيفة بان هذا السبب وكانت دافع من تنظيم هذه البطولة لتاحة الفرصة للمواهب بالظهر من المجهولة مباراة افتتاح البطولة جمعت بين فريق الدائرة التاسعة والدائرة العاشرة في مواجهة بدأت بمستوى فني ضعيف الا ان اجواء المباراة قد اخذت منحنا اخرى في الشوط الثاني فكانت الدقائق العشر الاولى كفيلة لابناء الدائرة العاشرة لاحداث تغيير بتسجيل هدف هدف زاد من حدة الحماس في صفوف لاعب الدائرة العاشرة فعززوا النتيجة بتسجيلهم هدفا ثاني عبر ضربة جزء مما اشعل نار الاثارة وتحدي في صفوف الفريقين فكسر فريق الدائرة التاسعة الصمت وعاد الى اجواء المباراة بتسجيله هدفا اول وهذا ما اعطت دائرة العاشرة دافعا الى تعزيز نتيجتها بتسجيلها هدفا ثالث فيما لحق بها فريق الدائرة التاسعة بتسجيله هدفا ثاني الا ان الوقت لم يسعفه ليحقق التعدل فانتهت المباراة لصالح فريق الدائرة العاشرة بثلاثة اهداف مقابل هدفين